موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وصلاة وسلام على خاتم أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج قراءات ومعاني سنبدأ إن شاء الله تعالى من منتصف سورة ياسين تقريبا من الآية الثانية والخمسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا هؤلاء المكذبون بالبعث قالوا نادمين يا هلاكنا من إخراجنا من قبورنا فيجابون ويقالوا لهم هذا ما وعد الرحمن وأخبر عنه المرسلون الصادقون من المفسرين من جعل قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من كلام الملائكة يجيبون به الكفار الذين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فهنا هناك فصل بين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وبين كلام الملائكة ولذلك جاءت سكتة حفص رحمه الله تعالى هنا من طريق الشاطبية فإن حفص رحمه الله يسكت على مرقدنا والسكتة وقفة لطيفة من غير تنفس وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في المواضع التي يسكت فيها حفص وهي أربعة مواضع وسكتة حفص دون وقف لطيفة على ألف التنوين في عوجنبلة وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلا فحفص رحمه الله تعالى هنا يسكت لأن هذا السكت فائدته الفصل بين القولين فياوي لنا من بعثنا من مرقدنا هذا كلام الكفار هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا كلام الملائكة أو الجواب الذي أجيب به فانظروا إلى فائدة هذا السكت هنا الجمهور أو بقية القراء لا يسكتون في هذا الموضع ننتقل إلى الآية الثالثة والخمسين في قوله تبارك وتعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ الآية الثالثة والخمسين الآية الثالثة والخمسين الآية الثالثة والخمسين إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ أبو جعفر قرأك الأولى إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمُ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ على أن كانت هنا تأتامة والجمهور قرأوها بالنصب على أنها ناقصة الآية بعدها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شغل مشغولون قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب شغل هكذا بالضم فالسكون الباقون قرأوا بضمتين في شغل فاكهون هما لغتان وأيضا الجمهور قرأوا فاكهون بصيغة اسم الفاعل أبو جعفر وحده قرأ بدون ألف بصيغة المبالغة فكهون فكهون يعني مبالغة أيضا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون بعدها قرأ أبو جعفر متكئون وأيضا هنا في هذه الآية قراءة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون في ظلال الظلال قرأ الجمهور بوزن فعال يعني بكسر أوله على جمع ظل أي ظل الجنات في ظلال أما الكسائي أما حمزة والكسائي وخلف أيضا قرأوا في ظلل إن أصحاب الجنة اليوم في ظلل فاكهون ظلل بضم الضاء وفتح اللام يعني جمع ظل وهو ما يظل كالقباب يعني كالقباب ونحوها وجمع الظلال على وجمع الظلال نعم على هاتين القراءتين من أجل المقابلة بالجمع في أصحاب الجنة فكل منهم في ظل أو في ظله طبعا كما مر أبو جعفر قرأ متكئون متكون وكذلك الأصبهاني قرأ هذا الأصبهاني يعني من الأصبهاني عن ورش رحمه الله تعالى فإنه قرأ أيضا متكون وحمزة أيضا إذا وقف إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكون ننتقل للآية الثانية والستين يقول ربنا عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أي الشيطان أضل منكم الشيطان خلقا كثيرا جبلا كثيرا فأين عقولكم أيها المشركون أفلا تعقلون والجبل بكسر الجيم وكسر الباء وتشديد اللام جبلا كهكذا قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم جو جبل يعني هكذا جو وضم الباء جبلا كثيرا عفوا هؤلاء يقرأوا جبلا جبلا كثيرا بضم الباء وتخفيف اللام جبلا كثيرا ابن عامر وشعبة بضم الجيم وسكون الباء جبلا جبلا كثيرا إذن عندنا جبولا وجبلا والجبل يعني الجمع العظيم وهو مشتق من الجبل يعني بسكون الباء بمعنى الخلق جبلا أو جبلا أو جبلا كثيرا فتواردت هذه الألفاظ على هذه الكلمة التي هي محور هذه في سياق هذه الآية والله أعلم بعدها يقول عز وجل في الآية السابعة والستين ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم المكانة تأنيث المكان يعني على تأويله يعني هنا بالبقعة قالوا مقام ومقامة ودار ودارة لو نشاء لما سخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل فما استطاعوا مضيا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا يرجعون ولا رجوعا إلى يعني ما أتوا منه بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ يعني بقوا في مكانهم لا يعرفون يذهبون يأتون أسأل الله السلام والعافية قرأها مكاناتهم بالجمع شعبة ليس مكان مكاناتهم بأن المكان ليس واحدا إنما هو متعدد الآية بعدها الثامنة والستون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه من نطل عمره حتى يهرم نعده إلى الحالة التي ابتدأ منها حالة الضعف عندما كان طفلا ضعيف العقل ضعيف الجسد أفلا يعقلون أن من فعل مثل هذا قادر على بعثهم ومن وجه آخر أيضا في الآية يعني ومن نعمره ننكسه في الخلق يعني ماذا ينتظرون ينتظرون ضعفا بعد قوة وهرما بعد شباب ألا يعلمون أنهم يعني يسيرون إلى نكس في العمر سفول في العمر والنكس حقيقة هو قلب الأعلى إلى الأسفل أو ما يقرم من الأسفل قال تعالى ناكسوا رؤوسهم وأيضا يطلق على الرجوع من حالة حسنة إلى حالة سيئة يقال فلان نكس يعني إذا كان ضعيفا لا يرجى للنجدة وهو فعل بمعنى المفعول كأنه منكوس يعني منكوس في خلائق الرجول قرأ الجمهور ننكسه ومن نعمره ننكسه في الخلق بفتح النون وسكون النون الثاني وضم الكاف مخففة وهو مضارع نكس المتعد يقال نكس رأسه أما عاصم وحمزة فقد قرأ بضم النون الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة أن ننكسه كما قرأنا مضارع يعني نكس المضاعف وإذا قراءة من نكس قراءة من نكس نعم وقرأ نافع أيضا وابن ذكوان عن ابن عامر وكذلك أبو جعفر قرأوا أفلا تعقلون هنا قراءتنا أفلا يعقلون هم قرأوا أفلا تعقلون بالخطاب بتاء الخطاب وهو خطاب للذين يعني وجه إليهم قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الباقون قرأوا بياء الغيبة أفلا يعقلون لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعرض للمتحدث عنهم أو بالتعريض للمتحدث عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا يعني أن يعقلوا مغزى هذا الكلام ويتفهموا معنى هذا الكلام أفلا يعقلون طيب الآية بعدها قوله عز وجل وَمَا عَلَّمْنَاهُ لِتُنْذِرَا على الالتفات من ضمير الغيبة في قوله علمناه الشعر إلى ضمير القطاب لتنذر الباقون قرأوا بياء الغائب أي النبي الذي علمناه لينذر يعني في اتساق علمناه طبعا الانذار هو الإعلام بأمر يجب التوقي منه فالرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالنذارة والبشارة نعم لينذر لتنذر الآية بعدها قال عز وجل فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هنا طبعا في وقف لازم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم هذا من كلام الله عز وجل فالوصل يوهم كأن قولهم إنا نعلم فالأولى هو الوقف على فلا يحزنك قولهم وهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزنك يا رسول الله استهزاءهم سنجازيهم على ذلك قرأ نافع رحمه الله تعالى يحزنك بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليه حزنا الباقون بالفتح وضم الزاي من حزنه بفتح الزاي بمعنى أحزنه وهما بمعنى واحد كما قال أهل التفسير الله أعلم أيضا الآية بعدها الآية الواحدة والثمانون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم مثل هؤلاء الناس فيعيدهم كما بدأهم بلى الجواب إنه قادر سبحانه وتعالى قادر على ذلك وهو الخلاق الخلاق لجميع المخلوقات العليم بكل ما خلق ويخلق لا يخفى عليه شيء سبحانه جل جلاله قرأ الجمهور بقادر هكذا وقرأ رويس عن يعقوب الحضرم بالياع بدل الباء الياع أليس وليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر يقدر على أن يخلق مثلهم يقدر بصغة المضارع يقدر على هنا بقادر إذن هنا قراءة الجمهور بقادر قراءة رويس يقدر على أن يخلق مثلهم فتوارد يعني اللفظتين لفظة الفعل يقدر واسم الفاعل بقادر يعني في تأكيد هذا الخبر عن الله سبحانه وتعالى وهذه الصفة صفة القدرة المطلقة إن الله على كل شيء قدير أخيراً في هذه السورة الآية الأخيرة يقول الله سبحانه وتعالى أو الآية قبل الأخيرة في قراءة بن عامل أيضاً الآية الثامن الثاني والثمانون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إنما أمره أمر الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن كلمة التكوين كن فيكون ومن ذلك العماتة والإحياء والبعث والنشور وكل ما يكون قرأ الجمهور فيكون مرفوعاً على تقدير أن يقول له كن فهو يكون فهو يكون أما بن عامر الكسائي قرأ بالنصب عطفاً على أن يقول أن يقول له كن فيكون والجمهور فيكون فهو يكون عندهم وهنا على فيكون وقد مر معنا ما يتعلق بهذا والمعاني المتعلقة بهذا في أول سورة البقرة عندما جاءتنا هذه اللفظة أول مرة أخيراً في هذه السورة قول الله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه قرأ يعقوب وإليه ترجعون الجمهور قرأوا ترجعون هو قرأ ترجعون بهذا أيها الأحبة الكرام قد انتهينا من هذه السورة سورة ياسين لنتقل سورة الصافات وفي سورة الصافات التي بدأها الله تعالى بالقسم والصافات صفة في الزاجرات الزجرة في التاليات ذكرى نجد الآية السادسة إِنَّا الكواكب وقرأ وقرأ حمزة بزينة الكواكب بتنوين زينة وجر الكواكب على أن الكواكب بدل من زينة وقرأ أبو بكر عن عاصم عن الشعب عن عاصم بتنوين زينة الكواكب زينة الكواكب يعني نصب الكواكب على الاختصاص يعني بتقدير أعني الكواكب يعني فإذا هذه القراءات الواردة في قوله تعالى إِنَّا زَيِّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكواكب فهذه زينة الكواكب زينة الكواكب زينة الكواكب نعم فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الزينة هذه السماء بهذه الزينة يعني التي هي في هذه النجوم العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل عن الشياطين والذين يسترقون السمع لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الشياطين لا يسمعون إلى الملئ الأعلى لعني لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى الملئ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة فتستمع إليهم إذا تكلموا بما يوحيه الله سبحانه وتعالى من شرعه وقدره لأنهم يرجمون بالشهب من كل جهة من كل جانب دحورا طردا لهم من الاجتماع ولهم عذاب واصب أي في الآخرة دائما موجع هذا العذاب الجمهور قرأوا لا يسمعون لا يسمعون قرأ الجمهور لا يسمعون بسكون الأسين وتخفيف المين أما حمزة والكساء وحفص عن عاصم وخلف قرأوا لا يسمعون إذن الجمهور قرأوا بتشديد السين القاولة قرأوا لا يسمعون بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على أن أصله لا يتسمعون هكذا لا يتأصله لا يتسمعون فقلبت التاء سينا توصلا إلى الإدغام التسمع هو تطلب السبع وتكلفه فالمراد التسمع المباشر وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل فيه أصوات الملأ الأعلى أي أنهم يدحرون من قبل ذلك من قبل وصول أصالهم إلى المكان المطلوب طبعا القراءتان في معنى واحد لكن يسمعون فيه التكلف يتسمعون يعني في ذلك ويسمعون أيسر في بلوغهم لبعض الكلام فإذا الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا أو أن يتسمعوا لمنعهم من ذلك هذا حاصل معنى القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا من الملأ الأعلى وقد كانوا قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان فلما بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قدر يعني عز وجل زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها على بعض كما قال إلا من خطف الخطفة الشهب كانت موجودة إذن من قبل وكانت لا تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملأ الأعلى ثم جاء الحسم في منعهم من ذلك طيب الآية الثانية عشر مهمة أيها الأحبة الكرام يقول عز وجل أعوذوا الله من الشيطان الرجيم بل عجبت ويسخرون بل عجبت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أيها الرسول بل عجبت من تكذيبهم وإنكارهم البعث وإعجب من إنكارهم البعث هذا المعنى الثاني الجمهور طبعا قرأوا بل عجبت هكذا بالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني بقوله فاستفتهم وهنا قال بل عجبت طيب فعل الماضي هنا مستعمل في معنى الأمر عند بعضهم بل عجبت بمعنى بمعنى عجب بمعنى الطلب كما تقول بعت بمعنى الإنشاء البيع يعني وكذلك يعني عجبت بمعنى عجب لهم ويجوز أن يكون العجب قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى إعراضهم وقلة إنصافهم فيكون الخبر مستعملا هكذا في ظاهره كما قال وبعض وبعضهم قال على تقدير همجة الاستفهام أي بل أعجبت المعنى على الجميع أن حالهم فعلا يستدعي العجب كقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا في سورة الرعد كما مرت الآية طيب هنا قرأ حمزة والكسائي وخلف قراءة تعطي معنى آخر قرأ بل عجبت ويسخرون بدلت الخطاب بل عجبت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسولنا الخطاب أصبح أصبحت متكلم بل عجبت الله سبحانه وتعالى أسند العجب إلى نفسه طيب العجب إلى الله عز وجل ليس كالعجب من الآدمين لأن العجب هو يكون لخفاء السبب والله تعالى يعلم الأسباب ومسبب الأسباب فهذا العجب لا يستلزم المفاجأة ولا يعني أمر غير مترقب وإنما هو هي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى ونحن في مثل هذه الأمور يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه كما علمنا أئمتنا كالإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول أي معناه في العلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعا هذه الحكمة المالكية التي قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى واعتمدها العلماء في أننا نمر هذه الصفات كما جاءت في معرفة يعني المعناها في الكلية في الجملة لكننا يجب أن لا نشبها صفة الله تعالى بصفة غيره وقد جاءت هذه طبعا هذه الصفة ليس لها نظير في القرآن في هذه الصراحة وإن كان حتى آية الرعد بعضهم بل وإن تعجب فعجبوا قولهم أيضا عجب ربنا بعضهم نسب العجب إلى الله عز وجل لكن هنا أصرح في نسبة العجب إلى الله بل عجبت ويسخرون وقد وردت في السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب إلى الرجلين أحدهم ما يقتل الآخر فيدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب على القاتل فيستشهد وهذا رواه النساء وأيضا حديث الأنصار وزوجه لما أضاف رجلا فأطعماه عشاءهما وترك صبيانهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لما جاء الصباح عجب ربكما من فعالكما عجب ربكما من فعالكما ونزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل يعني يؤسرون فيسلمون فيدخلون الجنة عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل فإذا قوله عجب هذا معلوم أنه صفة لله سبحانه وتعالى لكننا كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الآية بعدها قال الله عز وجل وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاقِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ هنا قراءات قرأ نافع رحمه الله تعالى إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بهمزة واحدة إذا كنا ترابا وعظاما إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ باعتبار الجواب إذا إذا كنا الواقع في حيز الاستفهام فكان الجواب إِنَّا لَمْبْعُوثُونَ قرأ غير نافع أِنَّا بهمزتين إحداهم همزة الاستفهام لتأكيد يعني مؤكد للهمزة الداخل على إذا إذا كنا ترابا إِنَّا لَمْبْعُوثُونَ أما قوله أو آباؤنا أو آباؤنا قرأ هكذا قالون عن نافع وابن عامر وابو جعفر بالسكون أو آباؤنا الأولون يعني باعتبار أنه الهمزة مع الواو حرف واحد أو العاطفة المفيدة للتقسيم طبعا وجه العطف هنا هو جعلهم الآباء الأولين قسما آخرا أو آباؤنا الأولون فهذا لأن الآباء طالت عصور فنائهم فكانت إعادتهم أوغل في الاستحالة كما قالوا فكيف بالآباء أو آباؤنا الأولون قرأ الباقون بفتح الواو أو آباؤنا الأولون يعني واو العطف الهمزة همزة استفهام فهما حرفان فهذا يعني التقدير يعني وآباؤنا الأولون إذن هذا عطف هناك أو آباؤنا أول تقسيم جديد في استبعاد أن يكون الآباء أيها الأحب الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى في ختامها أن يبارك لنا فيما قلنا وفيما استمعنا وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة